قد يقع الآباء والمربون جراء ضخوط الحياة أو بسبب تشوه فكري حول مفهوم التربية أو بسبب طبيعة شخصية إلى استخدام العنف والضرب المبرح في تربية وتوجيه الأبناء دون العلم بالضرر البالغ لهذه الأسباب أو هذه الأساليب على شخصية الطفل وحياته المستقبلية حيث اختصر ابن خلدون رحمه الله تعالى الأضرار النفسية والاجتماعية لهذا الأسلوب في مقولة بديعة من كتابه المقدمة حيث خصص فصلا كاملا بعنوان في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم فماذا قال يا ترى؟ قال ومن كان مرباه بالعصف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطه ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غاياتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ألا يستبد عليهم في التأديب وقال محمد بن أبي زيت في كتابه الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أصوات شيئا بمعنى وهذا الأمر كنا قد فصلنا فيه في حلقة سابقة ومن كلام عمر رضي الله عنه من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله بمعنى أن على الإنسان أن يلجأ إلى الطرق اللينة المستندة إلى الشرع من أجل تأديب الطفل واجتنابي كل ما فيه شدة وكل ما فيه قصوة لأنها ستورث الأمور التي كنا قد ذكرناها آنفا وليعلم الآباء أن أحسن أسلوب تربوي هو الأسلوب الحازم وهو الذي يجمع بين الشدة واللين دون أن يغلب أحدهما على الآخر بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر